نظام أساسي هناك بعض الأساتذة الذين يعترضون عليه عندنا في الجانب الآخر عندنا حكومة لم تغلق الأبواب بل على العكس استمرت في النقاش وفي الحوار من أعلى مستوى في رئاسة الحكومة سيد رئيس الحكومة شخصيا التقى مع النقابات والبلاغ الذي صدر عن هذا الاجتماع واضح وضوح الشمس بأنه سوف يتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المبتوح في إطار استحضار المكتسبات دي الرجال والنساء التعليم في إطار استحضار المصلحة للتلميذ التي أعتقد بأننا جميعا كقواء سواء كنا رجال تعليم أو لا فاعلين عموميين أو حكوميين أو حجاب سياسية كلنا معنيون بهذا الموضوع وكلنا نعتقد بأن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة ولا يجب أن يطعطل هذا المصار المصار التلقي والتعلم وأنه مازال جزء من الأساتذة الذي اليوم يريد أن يعبر عن فكرة الحكومة كتعرفها لكن السؤال المطروح هو واش الحكومة صمت الأدن ديالها؟ إطلاقا واش الحكومة أغلقات باب الحوار؟ إطلاقا حكومة مازال مستمرة في هذا الحوار هذا نعتقد وقلت في الأسبوع الماضي بأنه آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وبشكل سريع لمواجهتي مختلفة هذه التخوفات بعض التخوفات لكي نعند رجال ونساء التعليم في حوار هادئ وشفاف ومعقول ونشوفوا القضايا كلها قضية قضية أنا ذاك سوف يظهر بأن هذه التخوفات حتى وإن وجد يعني لها سبب فإن الحكومة مستعدة للتفاعل وللحوار وللنقاش لكن لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية وأن يستمر الهدر المدرسي وأن يستمر الآباء يضعون أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبناءهم لا يحصلون على التعليم للدولة ولجميع القوى كيفما قلت ولمن معنين بهذه العملية هذه بما فيهم رجال ونساء التعليم كلنا نتفق على ضرورة أن تستمر الحياة المدرسية بشكل طبيعي أنا لا أريد أن ندخل في التفاصيل للنظام الأساسي لكن فقط أريد أن أطرح سؤالا ما هو النظام الأساسي لحافظ على مكتسبات وجب يعني بعض القضايا من قبيل مدارس الرياضة اللي سأتقول لي واحد المدارس في واحد الجودة معينة وفي واحد المستوى من المرضود يوم النتائج أنا فقط أطرح أسئلة بصوتين مرتفع فكما قلت الحكومة جديد مرة أخرى على أنها لم تغلق باب الحوار ولن تغلقه لأننا نعتبر رجال ونساء التعليم شركاء في إصلاح النظام التعليمي ولن نقوم بإصلاح المنظومة التعليمية دون شراكة حقيقية مع رجال ونساء نحن نتمسكون بهذه الشركة متمسكون بهذه الحصة العالمة المسؤولية لتشسير هذه التقاء وإعادة بنائها بشكل مشترك لأن قطاع تعليم ليس مثل القطاعات التي يمكن أن تخدع لم يمكن أن تخدع للحوار التعليم يحتاج إلى حوار والحكومة متمسكة بالحوار ولذلك نعتقد بأنه هذا العدد من التلاميذ الذين اليوم محرومون ولا يتلقون الدروس ديالهم أنهم يحصلوا على الدروس ديالهم بشكل سريع لكي نحقق المبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة مش كل شيء يقرأ مش شيء يحدين يقرأ وشيء يحدين ما يقرأه السؤال جاء حول الاقتطاع الاقتطاع هذا مقتدى قانوني موجود في القوانين موجود في قانون وموجود في مرسوم وأيضا هناك منشور للسيد رئيس الحكومة على أعتقيد سنة 2012 الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون حكومة مجبرة على تطبيق القوانين لذلك سوف تطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر